فمن الأصل علاج الله لمشكلة الخطيئة هي الدم الدم الذي يكفر عن النفس وهذا الدم عندما يكفر فالله يتنسم رائحة الصرور والرضا وكانت هذه الذبائح تعمل بالإيمان يعني تضع اليد على الذبيحة بالإيمان أنه في يوم ما سيأتي الذبيح الأعظم لكي يقدم نفسه فدية عن كثيرين ولكي يضحي بنفسه من أجلك ومن أجلي فالله نور والله أيضا قدوس يعني قداسة الله ما في مقياس أرض ولا بشري نحاول مكتوب أن السماء غير طاهرة أمامه وحتى الملائكة تغطي وجوهها أمام محضر الله وطبعا لا يدخل السماء أي شيء نجس ولا أي ممكن يعني شبه شر فمن الغباء أنه نجعل الله أو قداسة الله بمضمون فكرنا المحدود بالنسبة لله فالله قدوس يكره الخطيئة ولأن الله قدوس لا يطيق الخطيئة والله بار أيضا فإذا مش ممكن أنه الله يمشي خطيئة لأنه طبيعته قدوسة وهو طاهر نقي وأيضا الله عادل من ناحية أخرى الله لابد أن يدين الخطيئة فالله عمل الحل وعمل العلاج بهذه المعادلة الجميلة أنه المسيح تجسد في ملء الزمان حتى يقدم نفسه بموته على الصليب يرضي الله ويكفر عن خطيئة الإنسان